مواطنون جريمة في أراضي المواطنين الزراعية هنا في قرية ظهر العبد غرب جنيين هذه المرة طالت أيديهم هذه الغرفة الزراعية والتي تعود للمواطن نضال عمارنا إذا عمدوا إلى إحراكها بعد إتلاف محتوياتها حيث أنشأها بهدف حماية أرضه وحفاظه على مزروعاته تتعرض قرية ظهر العبد لاعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال والمستوطنين آخر اعتداء هو وما حصل صباح اليوم من قيام المستوطنين بإحراك غرفة زراعية في هذه المنطقة بالإضافة إلى تهديد المزارعين المتواجدين بضلورة مغادرة أرضهم بحجة الاستيلاء عليها الغرف الزراعية هذه ليست وحدها ما يتهددها الاستيطان الذي يحيط بالقرية فأراضي المواطنين الزراعية هذه المزروعة تجلها بأشجار زيتون وتقدر مساحتها بألاف الدنمات بات تيتا أن تحتوى أطماع المستوطنين وتهديدات غطرستهم المحمية من جيش الاحتلال قبل تكريباً أكل من سوائن شفت في عينك الغرفة تشفية لقوها وهاي اليوم لابن عمي مريض واختيار صبح الصبح وأرطابه أنا بحشي لك على أرطابه ملكي يعني فصبح الصبح وهم عاملين هذا العمل طبعاً في هاي الغرفة يعني طبعاً غرفتين فوق بعض كنين لكنهم هنا يعني الناس صارت تتصل علينا الرعيان صاروا يتصلوا جينا كل ياتنا لكينا الأولاد هنا وحسسنا إحنا يعني إحنا اللي فايتين في الأرض مش هم اللي فايتين في الأرض وبصراحة إحنا مش عارفين شو بدنا نساوي لحد هسايات لا بدنا نحطونا مثلاً لو غرفة إلها خيمة لو عخيمة برضو بطلعش في إيدينا نصوروا نحطوهم 1200 مواطنين يسكنون قرية ظهر العبد تعتبر الزراعة أهم مصادر رزقهم رغم حرمانهم من الوصول إلى مساحات كبيرة من أراضيهم بعد إنشاء جدار الفصل العنصري هذا فوق أجزاء كبيرة منها بحماية جيش الاحتلال أقدم المستوطنون على ارتكاب هذه الجريمة المستهدف ليست هذه الغرفة الزراعية وإنما أصحاب الأرض وصمودهم على أرضهم حيث يسعى جيش الاحتلال ومستوطنوا إلى ترحيلهم عن أرضهم من قرية ظهر العبد أحمد نزالت في زنفلسطين جيني ترجمة نانسي قنقر